سلام عليكم بياتكم العافية شباب واليوم جايب لكم شرح جدا بسيط وسريع شلون تجددون او تلغون التجديد التلقائي لاشتراك البلاي سيشن بلاس او تعرفون متى ينتهي اشتراككم على البلاي سيشن بلاس خصوصا ان الان اعتقد بشكل كبير في ناس كثير راح يلي هم يفعلون البلاي سيشن بلاس من خلاص الالعاب المثل او فورتنايت وزي كده تقريبا انتهت الالعاب مجانية هذي راح تضطرن تفعل البلاي سيشن بلاس خصوصا ان كل شيها تزال العاب مجانية تستمتع فيها وتلعب فيها الموما نجي للشرح الشرح جدا سهل وين تروحون اول شي نروح عند البلاي سيشن بلاس اوكي هنا وبعدين نروح على العلمين هذي مو بتغسين السحابي لا نروح عند الثلاث نقاط هذي وبعدين نروح عند اللي هو ادارة الاشتراك وبعدين نروح لدارة الاشتراك راح نحصل الان هنا تمديد وايضا هنا تجديد تلقائي ايقاف التجديد تلقائي فانا ما عندي مشكلة انه جديد تلقائي لكن من غالب ما جديد تلقائي يجيني رسالة انه قابل طرابين تبما زي كده وافعله عموما الان في عرض الاشتراك بلاي سيشن بلاس تقريبا ممكن 37 دولار تقريبا حول ما يقارب تقريبا حول يعني ممكن 20 30 يعني تقريبا حول اعتقد ان حول 150 ريال ما علينا تقريبا حول زي كده علي تخفيض فرصة للي يبيل حق او يجدد الان او بفعل هذه فرصة جدا حلوة ايضا باذن الله هذا اول شرح على بلاي ستيشن فايف باذن الله راح تكون في شروحات مثل ما صارع على البلاي ستيشن فور شروحات راح يطفي قائمة تشغيل مخصصة لشروحات البلاي ستيشن فور ورح احلل الجهاز ان شاء الله حبه حبه اي شي فيه راح ان شاء الله اني اقدر اشرح في قدر الامكان واي سؤال يستفسار انا موجود في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا على تويتر الاستغرام تقريبا النوعا ما الخاص مهمل لكن اغلب شي على تويتر عموما اي سؤال يستفسار انا موجود واذا قدرت على اليوتيوب ان شاء الله في التلقات بحاول ارد على اللي اقدر ارد عليه واذا اعجبكم مقطع تستطيع اعزال اللايك والاشتراك بالقناة في اعزال التنبيهات وفي امان الله